اهلا بكم معنا مرة تانية خلونا نحاول نعمل قراءة لأهمية القمة الافريقية الأوروبية بروكسل وأهمية مشاركة مصر القمة تقريبا عمرها 22 سنة ولكنها 6 نسخ حتى هذه اللحظة فخلونا نفعل هذه القراءة وهذا التحليل مع ضفنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير وسيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ منور أهلا بكم سيدون إزاي الحال كله تمام فل إيه هي أهمية هذه القمة أهمية كبيرة جدا لأن أفريقيا أوروبا هي أقرب قرة لها وأوروبا دي القرة التي يعني بعض دولها هي القرة اللي احتلتنا ودمرت مواردنا وما زلنا ندفع تمن هذا الاحتلال صحيح لكن في النهاية العلاقات الدولية لا تعتمد فقط على الماضي والجراح والناس بتحاول تستفيد من بعضها البعض إحنا محتاجين إحنا كأفريقيا محتاجين أوروبا احتياج كبير جدا زي ما محتاجين أمريكا ومحتاجين الصين وروسيا والدول الكبرى لأنه لا يمكن لقرة الأفريقية بمواردها اللي موجودة دلوقت وبالنوعية الإدارة اللي فيها والنوعية غالبية الأنظمة اللي موجودة فيها إنها تمشي بهذه الطريقة وتكمل الطريقة فأنت محتاج العالم كله معاك عشان تعيش فالقمة دي زي ما حضرتك تفضلت أول نسخة كانت موجودة في مصر اتعمل لسنة 2000 اتعمل الست نسخ لحد دلوقت كان آخر واحدة فيهم في أبديجان عاصمة ساحل العاج والقمة دي كان يفترض أنها تعقد من سنتين لكن بسبب كورونا كورونا أجلت حاجات كتيرة كانوا بينهم هذه القمة إحنا عايزين إيه من أفريقيا محتاجين إيه من أوروبا طول الوقت أحد أسباب سوء العلاقة أو أسباب فشل معظم الصياغ العلاقة إن كان يتم اقتزالها فقط في الفلوس ادينا فلوس عشان ننمي ونعمل تنمية كانت أوروبا للأمانة بتدفع يعني بعض المساعدات النقدية بين الحين والآخر لكن بما إنه فيه أحد مشاكل قارة أفريقيا هو الفساد فالفلوس اللي بتيجي سواء من أوروبا أو من الصين أو من الدول الكبرى للتنمية جزء جبير جدا منها بسبب غياب الحوكمة والرشادة السياسية وسوء الإدارة وسوء الفساد فيه معظم الدول الأفريقية مش كلها فكانت بتهذر بتروح إلى طبقات من الفاسدين اللي هما بيحكموا أو عناصر الحكم فبالتالي هذا الفساد أثر كثيرا فيه فكرة استفادة القارة الأفريقية من المساعدات اللي بيجيها ثم إنه الدول الأوروبية بعض الدول الأوروبية أيضا يعني هما مش ملائكة هو عايز يغض منك المواد الخام طول الوقت المواد الخام لما بيخوتها من عندك بيرجع حالك مواد كاملة الصنع فبتدفع فيها فلوس كتيرة جدا يعني وانا بقلب وانا بذاكر قبل مجل حضرتك الرقم ملفت جدا إنه الاتحاد أوروبي صدر لأفريقيا ب140 مليار يورو وافريقيا صدرت للاتحاد أوروبي ب140 مليار فرقم كبير وكويس جدا بس هو مش كويس للأسف لأن دي مواد الخام انت بتاخدها مش ما بتعملش تصنيع انت بتطلع المطاط ولا البترول ولا الغاز ولا المعادن ولا اليورانيوم وهم بيأخذوها والصين بتشارك فيها على فكرة مش الدول الغربية بس الصين هي المستثمر الأكبر في القررة في القيادة فبيعودوا منك هذه المواد الخام كلها ويرجعها لك فبالتالي طول الوقت كان النقاش حواليه الجوهر للعلاقة يا أخوانا ساعدونا إن إحنا نعمل تصنيع يبقى فيه استثمار حقيقي عشان يخلق فرص عمل فالناس تستقر وتشتغل بدل ما اطلبونا طول الوقت المطلب الأوروبي الأساسي من الدولة الأفريقية وقت الهجرة غير الشرعية كويس محدش لا أحد يطالب الهجرة غير الشرعية لأنها بتموت الناس في البحر طيب عشان الناس ما تهجرش ما هم يحتاج يبقى فيه أمل موجود لازم يبقى فيه أولا تنظيم للهجرة الشرعية خد الناس الكويسة اللي بتعمل لها اختبارات يروح عندك بس اعمل استثمار حقيقي عوض القارة الأفريقية عن سنوات القهر والعبودية والاستغلال واعمل تصنيع حقيقي في هذه القارة فبالتالي يبقى فيه فرص عمل فالناس ما تخطرش وتروح فيه مشكلة أكبر طبعا جات كورونا كورونا يعني أثرت في العالم كله بس التأثيرها في أفريقيا أكثر لحد دلوقت أفريقيا نسبة التطعيم اللي فيها لا تزيد عن 11% فدي مشكلة يعني لو لا سؤالة ربنا أنه معظم القارة نسب الإصابات أقل بالمقارنة بدول أخرى طبعا ليس للرعاية الصحية ولا للتقدم لا أسباب لا نعلمها لحد دلوقتي يعني ربما يكون منها مناخ التحصينات ضد أمراض شائعة في طب الوقائي أو طب المناطق الحارة طبعا فيه قضايا كثيرة جدا ونحن بتتناقش منها مثلا قضية المناخ العالم المتقدم ومنهم أوروبا وعدوا الأفرقى أكثر من مرة بتمويلات مستمرة وكان آخر رقم تم الاتفاق عليه هو 100 مليار دولار عشان تساعد أفريقيا في التكيف مع متطلبات محاربة التغير المناخ هي فكرة التغير المناخ باقتصار بالنسبة لأفريقيا أن أنت لا تستعمل وقود الأحفوري مثلا اللي هو الفحم والغاز والبترول وتبتدي تعتمد على المصادر الطاقة النظيفة التي لا تسبب التلوث بس هذه المصادر غالية عشان تستعمل عايز فلوس كتير عايز تبني بنيا تحتية كبيرة جدا عشان تعمل ده طيب الأوروبا أو العالم المتقدم والدول الصناعية الكبرى وعدت بحاجات كما دفعت هاش وساد الرئيس من حوالي كم يوم كان فيه حدث مهم في المؤتمر بتاع المترول معرض المؤتمر المترول كان بيسأل سؤال ربما يكون هو سؤال استنكاري أنه بيقول هل أفريقيا جاهزة وقادرة على عملية التحول في التعامل مع المناخ يعني بهذه البنية التحتية المتدخورة والاضطرابات السياسية والاضطرابات الكثيرة ومشاكل وتدعاية كورونا هل القارة دي بظروفها الحالية أو معظم دولها قادرة على أن هي تتكايف وتنتقل من عصر من المسببات التي تساعد في التغير المناخي بحيث أنها تتفاعل أكتر مع إذا كانت أمريكا والصين حتى هذه اللحظة تحارب بضراوة والهند والدول الصينية الكبرى أنها تتعامل مع الطاقة النظيفة فأنا ظن إلا إذا حصلت نظيفة لماذا لا يستطيع أن يتعامل لأن حضرتك لما تكون تنتج سلعة الصين تأخذ العالم بسلاحها كلها لكنها تنتج لك أنت تشتري السلعة الصينية أنها رخيصة رخيصة لأن في جزء منها معتمدة على وقود تقليدي جدا هذا الوقود يسبب تلوص في البيئة أو احتباس حراري عشان تعمل سلعة يعني صديقة للبيئة هتتكلف فلوس أكتر فبالتالي اللي بيخسر ترامب تتذكر أنه نسحب من اتفاقية باريس للمناخ لأنه بيقول لك أننا لو التزمت بيها هيؤثر على الكبار المنتجين الأمريكيين وده جمهوره الانتخابي فبالتالي لا فليحترق الكوكب بس في مقابل أن هؤلاء التدفقات المالية تستمر بالنسبة لهم فالمسألة متدخلة جدا جدا بس التحدي بيه أصعب في حاجات كتيرة جدا أن أهمها مسألة المناخ ومسألة كتيرة جدا منها الطاقة والتحول في الطاقة منها طبعا أزمة انقلابات العسكرية في القارة عملة مشكلة كبيرة جدا في عمل خطير للغاية اسمه الإرهاب في أفريقيا النهاردة يعني قبل القمة بيومين الرئيس الفرنسي ماكرون كان عامل الاجتماع مع يعني دول السحل والصحراء وغرب أفريقيا اللي هما يعني الجوار المالي ماشي عشان منقشة القوة الفرنسية اللي موجودة في إطار عملية برخان وفي حاجتين اسمها قوة تأكوبة اللي هي التجمع الدولي اللي بيحاول يحارب التطرف في القرى الأفريقية فرنسا أنهت وجودها في عمل انسحاب منظم بدأ بالفعل من عملية برخان اللي هي كانت مكلفة ب متأردة المتطرفين في مالي ودوار مالي طبعا المشكلة انه كان فيه انقلاب عسكري حصل في باماكو والمجلس العسكري هناك قال ان احنا مش عايزين القوة دي تستمر الانسحاب الفرنسي في النهاية ينظر إليه انه سيؤدي إلى كارتة أبيض للقوة الظلمية اللي هناك اللي هي تنتشر أكثر ان هم المتطرفين دول بيارو ان هذا الانسحاب هزيمة للقوات الفرنسية وهزيمة للغرب وهزيمة للتدفل ولمن يلاحظ ما يحدث على الأرض في القرى الأفريقية هناك انتشار للتطرف وقوة التطرف رهيب جد البعض يفسر انه بعد تجديد الضربات في العراق في سوريا في غالبية المنطقة بدأوا يجدوا في المناطق الرخوة موجودة في أفريقيا ملجأ كويس جدا بيستغل طبعا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وممكن بيباش فيه تواجد مسلمين حتى كتير في حتد بس هو يتدخل مع العوامر دي ويركب الموجة ويهدد الاستقرار والأمن فالقمة في كل أمامها تحديات كتيرة جدي لكن كان من الملفط للنظر النهاردة قالوا ان التنظيم بتاعها مختلف ان احنا لن نعتمد على انه كل رئيس دولة من الخمسة وخمسين دولة أفريقية هيوقف يخطب او السبع وعشرين دولة أوروبية هيبقى مسألة يعني صعبة للغاية حوالي يمكن تمانين دولة او اكتر هيوقف كل واحد لو ألقى خمس دقايق بس في الخطاب هتبقى فيه مشكلة فقالوا فكرة الطولات سبع طولات مستديرة للقمة بحيث ان كل مجموعة بيعودوا مع بعض يتنقص في قضية محورية نقاش غير تقليد بحيث ان هو التوصيات ترفع للجلسة الختمية اللي هتم غدا الجمعة والخروج بتوصيات عملية عشان يبقى فيه تحرق بدل من الخطب هل هيبقى فيه تغير حقيقي هل هيبقى فيه تغير في أليات التعامل ما بين القارتين وتغير المنهج اللي احنا مستعملين في الوقت بحيث ان احنا يبقى فيه تعاون حقيقي بأليات حقيقية ومختلفة يؤدي الى تغير يعني اتمنى ذلك لكن الظروف صعبة للغاية لان اوروبا ايضا مشغول يمكن ظلال الازمة الاوكرانية الروسية النهاردة قبل القمة ما تبدأ اتعاد اوروبا كان مجتمع اجتماع قمة عشان يناقش اخر تداعيات الازمة الاوكرانية فالامر مش سهل يعني لكن الملفت الجيد في المسألة بالنسبة لنحنا كمصر انه رئيس عفتح السيسي كان متلقس الجلسة النهاردة الحوارية المؤيدة المستديرة المصر طرح افكار كتيرة جدا في كل التجمعات اللي حضرتها في الفترة الاخيرة فيما يتعلق بالمناخ تحديدا لانه مصر سترأس كما تعلم قمة القرط بالزبط كده في نوفمبر المقبل والرئيس للامانة في المؤتمرات الاخيرة يمكن في السنة من اول ما تولى رئاسة الاتحاد الافريقي مرورا بالسنتين او سنة ونص اللي عدو لانه تولد جنوب افريقيا بعدين ثم السنغال دلوقت سل جنوب افريقيا ثم الكورو واخيرا السنغال وهي فكرة انه كيف يمكن الافريقي ان تحصل على حقها الطبيعي في علاقاتها مع المجتمع التاوي ولذلك الرئيس في كل كلمات او محادثات مع الدول الكبرى كان بيتكلم على ان على العالم الغربي المتقدم ان يافي بتعهدات وفيما يتعلق بالتمويل الذي وعد به الوعود اللي تقلت لنا وما تنافست شكاء فرق انه يساعد في البنية التحتية فيما يتعلق بتمهيد الامور انك انت تعمل طاقة نظيفة ماشي انك انت تبتدي تعمل التحول الرقمي دي قضايا الجديدة نحن وقلناش مش القضاء اتفضل سؤل خلص فاصل انا كنت هقولك هستأذنك فاصل بس انا عايز ارجع بعض الفاصل حول اللي حضرتك اتكلمت فيه انه السؤال هو علشان الاوروبيين يحققوا تعهداته هو السؤال هو الاوروبيين فعلا قادرين يشتغلوا بمنطق تحمل مسئولية ما تم اقترافه في القرن السبعتاشر والطمنتاشر والتسعتاشر وحتى الربع الثالث من القرن العشرين سواء اذا كان استعباد او دبح او تطهير عرقي او استغلال صروات او سلب او نهب ايا كان ده واحد هل هم ده هنا دون نكئن لأي جراح بس هو انت السبب اللي حصل في افريقيا فانت مستعدة تتحمل مسئوليتك بجد ولا مش مستعدة ده واحد اتنين وماذا دون التمويل يعني مهو علشان اعرف طهر افريقيا من الحركات الاسلامية المتشددة اللي موجود في غرب افريقيا انا محتاج مساعدة انا عايز مساعدة على كل المستويات عشان نعرف تخلص من هذه الحركات وجزء من هذه المساعدات انه محدش يشتري الدهب اللي بيصلب من مناجب غرب افريقيا وتستغلوا داعش والحركات الحليفة لها ويتم بعد كده تداولوا في اسواق علمية بس بشكل شبه مستاتر فهل هم مستعدين لده ولا ده ولا لا من ناحية تانية احنا الافرق وبالذات الدول اللي يمكن تكون غير مستقرة احنا بالفعل مستعدين لتعاون حقيقي ولا احنا او هذه الدول وهي اكيد ما هياش كتيرة لازالت ايضا تفكر فيه مصالح ضيقة لبعض النخب الفاسدة فاصل ونكمل الكلام طيب خلونا نجدد وترحيب مرة تانية بضفنا العزيز كاتبنا الصحف الكبير استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق الغراء وعضو مجلس الشيخ وكت بقول هل الجماعة الاوروبيين واعين ومستعدين للتعامل في اطار تحمل مسئولية مقترفه العالم الحر طبقا لتعبيراتهم يعني او الاخ المواطن الابيض العرق او اخونا الاوروبي من جرائم في افريقيا متعلقة سواء اذا كان بالاستعباد وبالقتل وبالنهب وبصرقات الموارد وما الى ذلك وحتى الاستغلال فيما بعد استقلال الدول الافريقية كان يتم استغلال من خلال بعض الانظمة الفاسدة التي تحكم هل الاوروبيين مستعدين يساعدوا في مسألة القضاء على التطرف تحديدا الجماعات المتشددة المسلحة انا هحدفلكو ارشين وتصرفو يعني كما تعلم العالم ليس جمعية خيرية لا يضرب منطقة جمعية خيرية وده المصلحته بالضبط لما هي مصلحته المصلحة من وجهة نظرك حضرتك وانا ومن يلف لفنا اه ده مصلحته ان هو يبقى الامور كويسة والدنيا يتمشي عشان نقضب بعض اللي هو زي مفروض من مصلحة اسرائيل ان الشعب الفلسطيني يبقى هاني ومحترم ومستقل واحد في دولة طبيعية لكن هو يقولك انا ليه اديهم دولة وانا مش محتاج مهم مقاسمين ومتفرقين اسرائيل ستوافق على دولة فلسطينية حينما تشعر ان سمن احتلالها اكبر من سمن هذا الاستمرار ومن منطق نفسه ده ممكن مثل بعيد شوية بس نمكن نقيص عليه طول الوقت ما الذي يدفع الاوروبيين او الغرب عموما انه تنهض القار انت عايز موارد وعايز وقفة هجرة غير شرعية وعايز عدم تصدير الارهاب وعايز ترويج لمنتجاتها حلو اذا انا التجربة ماشية وانا بطفح تمن اقل المنطق الاقتصادي طول الوقت هو منطق يعني او العالم او منظمه فكر منطق اقتصادي اذا هزي الصيغة ماشية فكويس خلو بارك شينت عاوز تبيعها لازم يكون العالم يتحول العالم مثالي لكن يعني في جزء من التفكير الغربي مازال موجود لدلوقت الكلام اللي عبر عنه كيبلنج اللي كان بيقول الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان طبعا السورة اتغيرت وفي عولامة وفي حاجات كتيرة جدا لكن جزء من هذا التفكير مازال موجود عند اخرين اللي هما بينظروا الى القرى الافريقية منظرة المحتل او المستعبد القديم الذي كان يستعمل القرى ويستعبدها ماشي لانه في نقطة مهمة جدا هو من الذي يشجع الانظمة الفاسدة في القرى الافريقية هم 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 نفسهم هم نفس الحكومات دي هو اللي بيمول هو اللي بيدعم هو اللي بيسيارة هو اللي بيؤدي منقلبات طبعا ده في بعضهم مرة مرتزق اوروبي كان هو اللي دار يعمل في القرى غرب افريقيا وشرق افريقيا وبالاجر يعني فالاستعمار الاوروبي ظن ان في ما زال منه جزء موجود طبعا مش نفس الصورة الفجة والسافرة اللي كانت موجودة قبل ذلك لكن السياسات الاستعمارية الاستعمار العسكري اختفى لحد كبير لكن ما هو الاستعمار الاقتصادي شغال ومش في اوروبا بس اللي برضو عشان من نظمهوش كله بيشتغل بنفس الذي يتغير القبعة لكن الجسد واحد كما هو فبالتالي ما حكى جلدك مثل زفرك فتولى انت جميع امرك انت لما لن يساعدك الغرب او الشرق او اي حد ما لم تساعد نفسك اولا يعني للا امانة برضو عشان لا نحمل شماعة نعلق كل مشاكلنا على شماعة الاستعمار وهي شماعة حقيقية لكن يعني هل يبى فيه يعني طبقة فاسدة في عدد كبير من الدول الافريقية تنهى بسراءة بلادها اولا بالتعاون مع بعض الغربيين او بعض الاجانب واجه الوم الغرب ولا الوم هذه الطبقة الفاسدة واللي هو بيبى الضحية الوحيدة ليها هو المواطن او الشعوب الافريقية يعني الحمد لله انه طبعا احنا واصر وغالبي الدول الشمال الافريقيا حالها افضل كثيرا الى حد الماء فيه بقى عضو كثيرة في افريقيا زي رواندا كانت اسيوبيا بدأت تصعد في فترة لكن الجنون ابي احمد والحرب الاهلية والقمع اللي حصل في التجريه والقسامات رجعتهم سنوات طويلة جدا ولذلك المشكلة احد المشاكل الحقيقية ان افريقيا ما زالت قره هشة جدا فيما يتعلق به الحكم الرشيد يعني فيه تقارير كثيرة جدا طيب انت عشان تعمل تنمية حقيقية في افريقيا ما انت محتاج الاول مش هتعمل تنمية هو مصر عملت التنمية والتقدم بتحقيق الاول كان عندك ارهاب كبير جدا سيطرت عليه وحيته لحد كبير عملت منية تحتية الناس كانت بتنتقتها فترة اقول لك الحجر ما هو انا لازم اعمل الحجر ده لازم اعمل الطريق والمستشفى والمدرسة والمصنع والميناء ما دي كلها احجارة بس مش ينفع اعمل البشر قبل ما اعمل ده فانت عملت ده وبعد كده انتقلت الى عملت برنامج الصحة الاقتصاد بعدها بدأت الاستثمارات تجيلك هو حد يجي يبني لك مصر او استثمار اجنبي وانت ما عندكش لا طاقة ولا كهربة ولا طريق ولا مطارات ولا طاقة ولا حاجة هل تستطيع القرى الافريقية انها تنجز من انجازات مصر مثلا في السبع اثمان سنين اللي فاتت انا اظن ان الامر صعب جدا يعني يعني الواحد اتمنى لانه الامور على المستوى المادي فيه صعوبات كبيرة جدا فيه فساد كبير جدا فيه التماسق الاجتماعي والسياسي ضعيف وانت ما تيجي دولة زي اسيوبيا الناس بتتقاتل على الهوية دلوقت وكل عايز يستقل شوف اللي بيحصل في غالبية القرى الافريقية فيه لك دولة ما فيش اتفاق عليه الناس بترتد الى هوياتها الاولى القبيلة والنص القبيلة وفغد القبيلة نهو ده برضو دي افكار تم الزج بيها في عقول الافرقة لانه حتى تقدر مني الافرقة لفترة ما وفيه مرحلة ما كانت ممالك وسلطنات عظيمة الغرب حطت ايده عليها من هنا اه دي فاهم الناس انهم مجرد قبائل متنحرة طبعا والحدود التقسيم الحدود اللي هي فيها الغام كلها ولغم ذلك حتى لا يبدو الامر سلبيا والقمة تنعاقد لا انا بولك ده جانب مينفعش تقفله وانت بتنقش الظاهرة وفيه نفس الوقت مينفعش تستسلم ليه وتقول انه الدنيا سودا لا زي ما بول لحضرتك فيه تجارب كتيرة جدا حصلت في افريقيا وكان فيه بزوغ واستقرار وبدأ حكم رشيد وشوفنا الجايزة اللي كان عملت لها الرجل السودان العظيم للدول الحكم الرشيد فيها لكن فيه تحديات كتير النزج الاوروبي او العقل الاوروبي اللي هو الواعي اللي حضرتك بدأت ردا على سؤالك هل فيه اه فيه جزء في اوروبا يفكر بمنطق ان احنا من مصطحاتنا انه افريقيا تبقى مستقرة عشان ما يجلناش الهجرة غير الشرعية وما يجلناش الارهاب وما يجلناش بس الفترات التانية ما كان فيه دول اوروبية اللي بتبع الارهاب يعني ما هو يعني يعني بالعقل كده ايه لما تقعد تفصل تشوف المسائل على طبعتها هو مين اللي رعى طبعا فيه ظروف مرة تانية هناك ظروف موضوعية حقيقية ساعدت على نشأة الارهاب والتطارف في المنطق لكن ما كان لها ان تنجح لو لا الدعم الخارجي والدعم الاوروبي تحديدا ان خلوهم يتلوا ببعض خلوهم كان الدكتور حامد ربيع زمان الله رحمه بيقول انه ان اوروبا يعني يقست من القرى الافريقية وشايف انه ينبغي ان احنا نبيض العنفر ده بأمراض او بأيب حاجات عشان نتخلص منهم ومن همومهم رغم ان هم سبب همومنا يقسم من هم السبب اه فقصدي انه يعني علينا ان ان احنا نضغط على الاوروبيين ونستعمل طول وقت الخطاب الاقتصادي والسياسي والاخلاق احنا انه من اجل سلامتكم ومن اجل مصرحتكم افريقيا لابد ان تكون مستقرة يتنقل لها لقاحات جيدة يتعمل فيه بنية تحتية يبقى فيه استثمار مشترك حتى بمنطق ان انتوا تستفيدوا منهم يا سيني مهوك اصل كل انا مستغرى بصراح كل ده لما هيحصل محدش هيطلب منك مساعدات تاني يعني خلاص انا مش قادر افهم بصراحة وعندهم تجربة قدامهم حصلت في مصر اللي تكون هذه التجربة الناجحة قيس عليها واشتغل شيء منطق الغرابة الوقت تجري ودي حاجة مؤلمة وقعدتك ما يتشبعش منها الله عزيز أشكرا ألف شكر لك أستاذ عماد الدين حسين كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ نورنا وشرفنا في هذا اليوم وحلقة الخميس من برنامجكم التاسعة لو كلمنا لعمر أجيلكم بقى أنا يوم السبت سلامات اشتركوا في القناة